السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأقوم بتعرح لكم كيك بالسفرجل للتعرف على المقادير وطريقة التحضير تابعوا الوصفة الأخيرة وإن شاء الله تنال إعجابكم بسم الله نبدأ وعلى بركة الله حجتنا في السفرجل من الحجم الكبير تقريبا 300 جرام جوج ديال البيضات كاس عمر سكرساني دا رشة ملح اختيارية قشرة وعصير برتقالة كاس مع عمر شزيت جوج خمارات حمر ديال 7 جرام وخمسين جرام شكلات نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة كاس ونص ديال دقيق الأبيض العبار كيكون بكاس العنبة اللي عبرت به سكر والزيت أول حاجة غد نوجد السفرجل بعد ما كنغسلها ونبقيها من الصوفة اللي كتكون لسقة فيها كنقسمها على جوج ونبعد على ربعة ننقيها من الزرية اللي فيها كما كتشوفو ونبعد كنقسمها المكعبات صغار كناخد طاوة كندير فيها المكعبات ديال السفرجل مع كاس كبير ديال الماء ونديرها على نار متوسطة لمدة 10 دقايق بعد مرور 10 دقايق كنحيد السفرجل من فوق العفية كيكون سهل علينا المعسوه بهاتشكل هذا كنصفه من الماء كنديره في خلاط كعره بائي كنزيد عليه مالقة كبيرة ديال السكرسانيدا عصير برتقالة قشرة أو معلقة نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة عفوا قشرة ديال برتقال محكوك ونطحن هاد مكونات مع بعضها تاكن حصل على خليط كريمي كندوز باش ننجد خليط الكيك كنطر بجوش بيطات مع كاس كبير ديال السكر كنخلطهم جيدا حتى ما كيبقاش حبيباتش تتكار إيبانو ومن بعد كنزيد عليهم الزيت كاس ما عمرش ديال الزيت والسمر في تخلط من بعد ما كينساجم الزيت مع بقية ديال العناصر كنزيد عليهم خليط اللي وجدت ديال السفرجل كيكون بهات شكل هادا كيكون خليط كريمي قدروا نسميوها كريمة السفرجل كنزيدوها على باقي المكونات ونخلطوا عباد شكل هادا من بعد كنزيد جوج ديال خنيشة ديال الخميرة الكيموية ما يعادي 16 جرام خميرة كيميائية وكاس ونص ديال الدقيق الأبيض كناخد شكلات قدروا مجناب بالموس بهات شكل هادا غير مجناب باش كنحصلوا على منشارة ديال الخشب كم قاوتة كنكملوا قطعة ديال الشكلات كاملة نخلط شكلات مع خالية الكيك بالسفرجل كناخد مول كنت هنا بشوية ديال الزيت مول صغير ديال اللي غادي هزلي كيك ديال جوج ديال بيتات كنصب في خالية الكيك بعد شكل هادا ومن بعد كنشتو كنضربو بالطبلة باش نخرج منه الهوا كندخلو الفرن مسخن على مية وستين درجة لمدة ربعين دقيقة هادا وشكل ديال الكيك من بعد ما كيخرج من الفرن كنخلي هي برد مدة ثلاثين دقيقة ومن بعد كنقلبو في تبصيل من الأحسن يكون تبصيل مستطيل باش يشد لنا الشكل ديال الكيك انتو ما شوفو كيجي عالي كيك طالع ممكن يتقدم بهالطريقة هادي انا اختاريت ندهنو بجوج مع القبار ديال مربط البرتوقال كندهن غير سطح ديالو ماشي الجوانب كناخد الشكلات البيض ونقطعو بنفس الطريقة اللي قطعت به الشكلات الاسود قبيلا باش نحصلو على بحلاد النشارة هادي كيجي في المنظر زوينة كنخلطها مع واحد شوية ديال الكاكا وحلو تقريبا مع القاة صغيرة ديال الكاكا وحلو الشكلات استخدمت نايا ما كاملاش خمسين جرام ديال الشكلات الابيض كنزوق بها سطح الكاك بهالشكل هذا وهالكاك تقريبا ديال واجد تزين كيبقى على حسب الرغبة كل واحد ينوع تقدروا تديروا شرائح اللوز مقلية او تزينوها بسفرج المعسل بالقرفاوس سكار وعصر الليمون حاولوا تنوعوا باش تحصلوا دائما على وصفة جديدة بنكهة جديدة انا قطعت طرف ديال الكاك باش نوري لكم القوام دياله كي يجي كي يجي ارتب بزاف و هش بزاف وقطع ديال الشكلات كدوب لداخل بتشبهوش منه وصفة تستحق التجريبة كنسنا الرأي ديالكم في التعاليق التحت ولعجباتكم الوصفة ما تنسوش تديروا الجام واشتراك باش توصلوا دائما بالجديد ترجمة نانسي قنقر